مجهدين في كل مكان أهلا بكم الجديد إلى غرفة الأخبار وبتحديد إلى فقرة ضيف الغرفة إذن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء الأمس بطلب من جزائر وغاينة وسويسرا وسلوفينيا لمنقشة حالة الأمن الغذائي بغزة هذا وحضرت الأمم المتحدة من أن انعظام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى حالة حارجة للغاية كما ذكرت مدرية الدفاع المدني في قطاع غزة أن استمرار منع الكيان الصهيوني إدخال الغذاء والدواء يهدد حياته أكثر من 700 ألف فلسطينية ويعيش قطاع غزة الذي يتعرض لقصف صهيوني متواصل دروفاً إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة بحسب ما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري للحديث مشاهدين أكثر حول هذا الموضوع أصعد باستضافة الأستاذ عبدالحق بن سعدي محلل سياسي أهلا بكم سيدي وشكراً على حضوركم على اليوم أهلاً وسهلاً شكراً استضافة أهلاً بك ربما كبداية بعد فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرر الجزائر بالقاضي بوقفة لقنار في غزة الجزائر هي تعود من أجل ربما المرافعة عن القضية الفلسطينية من خلال ربما هذا المشروع التي قدمته سابقاً واليوم تعمل على عقد جلسة مفتوحة لمناقشة الأمن الغذائي في قطعة غزة حقيقة من الضروري أن تتضافر الجهود وتتضاعف لأن المأساة غزة تجوزت كل الحدود والطرف الآخر المعتدي لا يريد أن يتوقف في ما فعل وهو مصمم على الاستمرار في وحشيته وجباروته وعدوانه على المدنيين خاصة أمام هذا الوضع الآن كل تصريحات المسؤولين الأمميين تصريحات غير معهودة وتجاوزت الخط الأحمر الذي رسمه الكيان الصهيوني وهم يتجرؤون وينددون بما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة نظرا لأن ما يحدث في تجاوز الإنسانية في خرق لكل مواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين ووقف المجازر المختلفة إذن أمام هذا الوضع من الضروري أن تتحرك الدول التي تتحمل مسؤوليتها تاريخيا وإنسانيا لأنه في النهاية ما تقوم به الجزائر الآن هي تستغل فرصة وجودها بالفعل في المجلس الأمن لتحرك الملف واستعمال كل أولاق المتاحة من أجل دفع نحو الأمام وإنهاء هذه الحالة المرعبة التي يعيشها الفلسطينيين ممكن القول أن الجزائر أو الدبلوماسية الجزائر تسعى لطرق كل الأبواب من أجل مرافع عن القضية الفلسطينية تجهد بمشروع قرار تم عدم تمريره بسبب استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد اليوم تعمل على ملف الأمن الغذائي في قطاع غزة يعني ممكن نقوله أن الجزائر تحول كل الطرق وتحول بكل جهودها من أجل مرافع عن القضية الفلسطينية الآن المشكلة المطروح أمام تفعيل دور مجلس الأمن هو الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تقف عائق أمام توصل إلى قرار فوري بوقف العدوان يعني استعملت حق النقد لغارات الثالثة عن ثورة لأنها أولا يجب التأكيد أن الولايات المتحدة الآن هي طرف مشاركة في العدوان على الفلسطينيين وليس طرف محايد ولذلك الآن ما تقوم به الجزائر والدول الأخرى في محاولة لتحرك الميلف الفلسطيني وفي العدوان أنه تدخل مباشرة في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع الكيان صهيوني إذن الكيان صهيوني لديه طرف يشارك ويميوله في عدوانه ويدفع عليه دبلوماسيا وسياسيا ولذلك استخدام مختلف المداخل لتجاوز الفيط الأمريكي يدفع إلى تبني هذه المشاريع لأن الآن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها سترفض كل المشاريع التي يمكن أن تهدد مصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية أو أنها تقف حائلا أمام إمكانية الوصول إلى تحقيق الأهداف التي حددتها القيادة السياسية الكيان الصهيوني ولذلك التجارب تدفعت بالممثل الجزائر للبحث عن سياس أخرى ربما تدفع للولايات المتحدة الأمريكية لإحراجها أولا والضغط عليها أمام المجموعة الدولية أنه في النهاية المسلوع القرار الأخير تحصلت فيه على 13 صوت إذن معناها أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف ضد المجموعة الدولية تقف ضد الإنسانية في سعيها يعني لأول مرة في تاريخ المجلس الأمن يتم جامع 13 صوتا في مشروع قرار ويتم رفضه نعم إذن هنا فيه تأكيد وهذا الآن فيه إصرار على استخدام الفيتو إذن ماذا تفعل للدول الأعضاء؟ إذن هي تبحث عن مداخل أخرى تبحث عن أوراق أخرى تستخدمها بغرض دفع الولايات المتحدة الأمريكية لربما التنازل والموافقة على أي مشروع طيب أصدر عبدالحق ربما السؤال اليوم الذي يطرح نفسه بقوة ما هو الحل؟ يعني إلى متى ستواصل الولايات المتحدة استعمال هذا حق الفيتو؟ هل هي فرصة من أجل ربما إعادة النظر في هذه المنظومة الدولية؟ أكيد مطلب إصلاح مجلس الأمن هو قادم ولديه عشرات سنين حتى كان محل مناقش من طرف أعضاء الجمعية للعمل الأمم المتحدة في كثير من المرات لكن ربما اليوم القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة منذ ربما أكثر من ستة أشهر نحن نتحدث عن ستة أشهر كاملة والفلسطينيين ربما يعانون داخل القطاع ربما هي فرصة من أجل إعادة هذا الملف ملف إصلاح الهيئة الأممية إلى الواجهة وأيضا ربما عرت كل المنظمات الدولية التي كانت تتغنى بحقوق الإنسان تتغنى بالمساواة وما إلى ذلك أولا ما يحدث في غزة كشف حق كل الأطراف سواء الدول أو المنظمات الدولية هي الآن أكدت قناعة موجودة أن المجلس الأمن لم يعد صالحا للزمان والمكان ولم يعد مواكبا للتطورات المختلفة ولم يعد قادرا على التفاعل مع مختلف النزاعات والقضايا المطروحة أمام الإنسانية بشكل عام حتى الولايات المتحدة الأممية مقتنعة بضرورة إصلاح المجلس الأمن ولكن الآن المصالح هي التي تحكمه الأمر وفيه حسابات كل دولة تبحث عن كيفية تحق هذه المصالح لذلك إذا كان فيه طموح لإصلاح المجلس الأمن فهذا الطموح مرتبط بالخلفية ومصالح كل دولة أو خاصة دول دائمية العضوية إذن الأمر محتاج إلى معادلات جديدة وربما حتى نتحدث عن ثورة عالمية من أجل تغيير النظام العالمي لأن هذه القطبية الأحادية الآن كشفت أنها ليست الحل الصحيح لتعامل مع مختلف القضايا الدولية في توجه في سعي لتحقيق التعددية القطبية التي يمكن من خلالها أن تكون فيه نوع من العدالة نوع من التفاعل الدولي في التعامل مع مختلف القضايا المقرحة إذن من جملة هذه القضايا تحدث عن القضية الفلسطينية لأن في النهاية فيه دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن هم مشتركون في دعم الكيان الصهيوني ومصالحهم مرتبطة بمصالح الكيان صهيوني وبذلك أعتقد أنه لا يمكن تجاوز الفيطو الأمريكي إلا إذا كانت فيه مصلحة تقدرها الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل ولا تحقيقها نعم ربما في بداية حديثتك أستاذ عبد الحق تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهي أنه اليوم القضية الفلسطينية تجاوزت كل الحدود ربما في بداية الأشهر الأولى كنا ننادي أو نستغيط بالأمة العربية نستغيط بالدول العربية لكن اليوم أصبح الأمر أكبر من ذلك نستغيط بالأمة الإنسانية أصبحنا نستغيط بالأمة الإنسانية قبل كل شيء قبل الانتماء قبل الانتماء إلى الوطن انتماء إلى المنطقة وانتماء إلى العقيدة خاصة الآن الأمر متعلق بالإنسانية لم يعد هناك اعتبار للقومية أو الإديولوجيا أو الدين أو فئة أو أي متغير آخر الآن ما يحدثه هو التهديد الإنسانية لم يحدث في تاريخ الإنسانية ما نعيشه الآن في غزة فيه تجاوز للحدود الإنسانية فيه إصرار على تجاوز هذه الحدود فيه تجاهل للنداءات الدولية فيه إصرار على الانتقام من الفلسطينيين من دون اعتبارات من دون احترام القانون الدولي من دون احترام القانون الإنساني الدولي يعني ضرب صارخ للقوانين الدولية أكيد لأنه فيه إصرار على استخدام الوحشية والبرابرية يعني حتى الصهايين كانوا قد صرحوا أنهم هؤلاء حيوانات بشرية وهذه العبارة ربما تلخص ما يحدث الآن ربما أكثر أنه حتى الحيوانات لا يمكن التعامل معها بهذا الشكل وحتى نجد أنه في الفلسطيني في غزة من هو جاعي ويطعم الكلب أو القط إذن حتى الصهايين هذا الاعتبار لم يعد مقرحا أمامهم اليوم نتحدث عن ربما أكثر من مليوني شخص يعاني المجاعة في قطاع غزة يعني نقص حالحات فيها الغذاء نقص حالحات خاصة فيها الدواء يعني من يسلم القصف يكون ضحية الجوع يعني شنع أنه العديد من الصور لأطفال توفي جراء المجاعة في قطاع غزة حقيقة الأسف الشنين أنه الآن لم يعد مجرد كلام أو تحذير هو واقع فيه أطفال وصيوخ نساء من توفوا نتيجة البرد أو نتيجة الجوع ولذلك إذا لم يتوفوا بالقصف إذن يتوفوا بطريق باطئ عن طريق البرد والجوع إذن أمام هذا الأمر من الضروري أن تتحرك الإنسانية من الضروري أن يتحرك المجتمع المدني الدولي من الضروري أن تتحرك الدول الأعضاء في مجلس الأمن بغرض الضغط على خاصة ولاية المتحدة الأمريكية التي تقف حائل دون أن يكون لمجلس الأمن كلمة والسعي لإنهاء هذه الحالة وربما حتى المحكمة العدل الدولية موقفها لا يرتقي إلى ما يحدث بالنظر لأنها لم تتجرأ على إصدار قرار واضح وشفاف يتعلق بضرورة إنهاء العدوان ووقف هذا العدوان إذن الأسف الشديد أنه قصاوة ما يحدث في غزة لم يرتقي لدى البعض لأن يدفعهم لمحاسبة أنفسهم والخضوع لضميرهم بضرورة احترام الإنسانية والبشرية ووضع حد لهذه المعالات ربما اليوم نتحدث عن عودة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن ربما ما هي الخطوة القادمة التي من المنتظر على الجزائر أن تقومها من أجل المرافعة لإخواننا في قطاع غزة نتحدث عن عودة الجزائر لهذا المجلس بعد ربما أكثر من 19 سنة غياب بعودة الجزائر كانت العديد من القضايا والعديد من الألفات عادت إلى الواجهة من أجل المرافعة أسف الشديد أنه الآن مع إصرار الجزائر على التعامل مع القضايا الإنسانية والقضايا التحرورية العادلة هي مرتبطة ببيئة محدودة لأنه لما نتحدث عن مجلس الأمن الأمر متعلق بالدول الأعضاء الدائمة العروية الذين يمتلكون حق الفيتو ولذلك الأعضاء الآخرين ليس لذلك إلا محاولة لتنسيق الجهود وتقديم مختلف المشاريع من أجل الضغط على الدول الأعضاء وكذلك إحراجها وكسف حقيقة مواقفها أمام الإنسانية والمجموعة الدولية ومن غير هذا الأمر ليس هناك آليات أو أدوات أخرى تعطي فعالية لمجلس الأمن بغرض القيام بدوره الذي تأسس من أجلها لكن أيضاً الضغط واللعب على أولاق الضغط المباشرة والخروج بالأدلة المباشرة ممكن أنها اليوم تؤدي إلى نتائج فعالة أنه إحراج هذه الدول أمام باقي الأمم ممكن أنها اليوم تكون فعالة في مثل هذه الظروف أكيد الأمر يتعلق بكشف حقيقة هذه الدول وإحراجها الأمر يؤدي إلى ربما المراهنة على المجتمع المدني الذي لديه دور فعال خاصة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يؤثر لأن في النهاية الطابقة السياسية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن لا تملك مصيرها وهي ملتزمة قلباً وقالباً بمصالح الكيان الصعوين ولذلك ربما إذا كان فيه محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية هي محاولة لتأثير على المجتمع المدني الذي الآن أثبت أن له إمكانية كبيرة وهو الآن يقف في معارضة صريحة مع الطابقة السياسية وحتى مع الرئيس بايدن وربما حتى سلوك طيار الأمريكي الذي أحرق نفسه إذن رسالة واضحة أن الأمر تجاوز الحدود رغم ذلك كان من التعميم ربما تعميم إعلامي كبير على هذه القضية قضية الطيار الأمريكي نعم لأنه تمثل الحد الأخصى الذي تصل إليه للمواقف البشري في مثل هذه المعاناة الطيار إلى حرق نفسه ربما هي رسالة إلا أن الأمر تجوز حدود المعقول ومن الضروري أن يخضع كل فرد وكل مسؤول إلى ضميره ومحسبة نفسه أمام ما يحدثه في غزة من تقتيل وتشريد وإرهاب إذن الآن إذا كان السعي لتأثير على الولايات المتحدة الأمريكي فأعتقد أنه الباب الذي يمكن أن يؤدي لذلك هو المراهن على المجتمع المدني الذي من خلال المسيرات والإحتجاجات يمكن أن يضغط على القيادة السياسية لولايات المتحدة الأمريكي خاصة نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكي هي مقبلة على الانتخابات إذن نعتقد أنه هو المكان أو الزمان المميز من أجر ضم هذه الضغط نعم حتى الآن هذه الضغوط ربما أدت لأن الولايات المتحدة الأمريكي الآن موقفها تغير نسبيا مقارنة مع بداية العدوان خفت شدة اللحظة خفت شدة اللحظة حتى أنها ربما أصبحت قليلة الصبر على ما يقوم بها الكيان الصهيوني من مخططات على الرغم من أنه فيه تمويل واستمرار لتقديم الأسلحة والغطاء الدبلوماسي والسياسي ولكن عمليا الآن فيه اتجاه لأقل حدة مع بداية العدوان لأنه لا يمكن تغطية الأمور إلى أبعد حدود من هذا الوقت ما يحدث الآن فيه إصرار وهذا الإصرار الصهيوني ربما يحرج الكثير من الدول خاصة حتى الدول الغربية مثل فرنسا وغيرها التي كانت تتحدث عن حق الدفاع للكيان الصهيوني الآن لم يعد حديث عن هذا الأمر وفيه الآن فيه خطاب الذي يتبن نوعا ما المعاناة الفلسطينيين وحتى أن فرنسا تشارك في شاركت بالأمس في إرسال طائرات لإرسال المواد التاغذية الرذائية والدوائية وإلقائها من الجو إذن فيه تغير ولكن نعتقد أنه هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل في الوقت الذي المعاناة الفلسطينيين تزداد وتتضعق ويومنا بحديثك عن هذه المساعدات الإنسانية نشوف أنه العديد من الشحينات واقفة أمام معبر رفح لا يمكنها الدخول لقطاع غزة رغم كل تنديدات دولية رغم كل تنديدات للمنظمات الدولية نشوف أنه برنامج الغذاء العالمي الأمم المتحدة الأونورة كلها تحدثوا عن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون والغزاويون بالتحديد عن الكارثة البيئية الكارثة الغذائية التي يعيشونها رغم كل هذه التنديدات إلا أن الشاحنات لم تستطع ربما التقدم ولو بمتر إلى جنوب قطاع غزة الآن مئات الشاحنات تنتظر أمام الحدود لأنه في النهاية أولا فيه تعنت إصرار صهيوني واضح على الرغم من ذلك أنه فيه محاولات لتجاوز هذا العمر ولكن هذه المحاولات لا تلقى إلى مستوى الواقع والتحديات لأنه في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون هذه المعاناة الكيان الصهيوني يتحصل على الغذاء عن طريق سلسلة برية لأسف شديد تمر عبر الدول العربية إذن هذا التناقض ربما يفسر الحاجة الملحة لضرورة ما لست ضغط أكثر فأكثر واستعمال كل وسائل وطرق بغرض تجاوز هذا العناد وتجاوز الوضعية الحارجة التي يعيشها الغزويين لأنه في النهاية ربما الدول الإسلامية والعربية تتحمل جزء من هذا الأمر لأنها أصبحت عاجزة ولا تريد أن تفعلها أي شيء أمام هذا الواقع المر طيب أستاذ عبد الحق كسؤال نختم به هذا النقاش ربما كقراءاتك لستة أشهر من هذا العضوان الصهيوني على قطاع غزة ربما ما مستقبل القضية الفلسطينية أو الغزويون اليوم داخل القطاع هل هناك ربما من خلال قراءتكم هل هناك موادر لهدنة مستقبلية هدنة قادمة وما إلى ذلك الهدنة أو وقف العدوان هو نتيجة حتمية يعني طال الزمن أم قصر أعتقد أن الوضعية الصعبة الآن هي في المجال التفاوضي ربما نتائج ما حدث في غزة إلى غاية اليوم مرتبط بالمفاوضات ولذلك الكيان الصهيوني يصر على خرق القانون الإنساني الدولي بغرض الضغط على المقاومة الفلسطينية ودفعها لتقديم تنازلات كبيرة عجزة عن تحقيقها عسكريا وديبلوماسيا الآن هذا الوقت وقت حارج ومهم جدا لأنه أولا المقاومة الفلسطينية مطالبة بضرورة صمود أمام هذه الضغوط وثبات على مواقفها خاصة أنه في دل ربما أستاذ استسمحك أن الحرب اليوم ربما أصبحت تنتقل من قطاع غزة إلى ربما القدس ومناطق أخرى من فلسطين نعم هذه التحذيرات يعني حتى المصالح الأمنية في الكيان الصهيوني هي حذرت من إمكانية تصاعد الوضع خاصة في الضرفة الغربية والآن ما يحدث الآن يعني فيه تضييقات لا حتى فيه يعني فيه مجموعات مسلحة تابعة لمقاومة لديها سلاح وفي كثير من المناطق في مواجهات مسلحة مع عناص الكيان الصهيوني وهذا مؤشر خاطر بالنسبة لكيان الصهيوني أنه فيه نقلة نوعية لا يريدون أن يتكرر السيناريو الذي حدث في غزة لا يريدون أن يتكرر في الضرفة الغربية إذا أعتقد أنه الآن هو الوقت وقت المفاوضات والكيان الصهيوني بإصراره على خلق القانون الإنساني الدولي ويريد أن يحقق أهدافه عجزة عن تحقيق أهدافه العسكري شكرا لك أستاذ عبدالحق بن زعدي محلل سياسي شكرا لكم على حضركم معنا وعلى كل هذه التحليل شكرا لك شكرا لك أهلا بك إذن مشاهدين إلى هنا أصير وإياكم إلى ختام فقرة ضيف الغرفة دمنا غرفة الأخبار التي تبقى متواصلة بعض المحصلة